اشتركوا في القناة عن حكومة مملكة البحرين حيث تبلغ قيمة هذا الاصدار سبعين مليون دينار لفترة استحقاق واحد وتسعين يوما تبدأ في السابع والعشرين من شهر مايو لعام الفين وعشرين وتنتهي في السارس والعشرين من شهر اغسطس لعام الفين وعشرين كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات اثنين وثمانية وعشرين من مائة في المائة وبلغ معدل سعر الخصم تسعة وتسعين واربعمائة وسبعة وعشرين من الف في المائة وتم قبول اقل سعر للمشاركة بواقع تسعة وتسعين وثلاثمائة وسبعة وتسعين من الف في المائة علما بانه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة مائة وسبعة وعشرين في المائة كما بلغ الرصيد القائم لاذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار اقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى الف ومائتين واحدة وستين نقطة بارتفاع بنسبة ثلاثة وثلاثين من مائة في المائة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة افتراضية تم بثها عبر برنامج زوم بمشاركة واسعة من المتابعين بعنوان استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في الأزمات حيث تم خلال الندوة التي قدمها رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للأعلام الاجتماعي علي سبكار استعراض مجموعة من الخيارات والحلول الذكية للتسويق الرقمي للأعمال والمشاريع التجارية من كافة القطاعات وذكر علي سبكار أنه على الصعيد المحلي فإن الإحصاءات التي تم رصدها في العام الجاري تشير إلى نحو 99% من سكان المملكة متواجدين على مختلف منصات الإنترنت داعيا إلى ضرورة استغلال هذه المنصات التفاعلية للترويج والتسويق عن منتجات الشركات على مختلف فئاتها خاصة الصغيرة والمتوسطة اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين مؤخرا النسخة الخامسة من برنامجها السنوي حديث إنجاز مجالس رمضانية الذي يعقد عن بعد وعلقت الأستاذة هناء سرواني المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين أنه على الرغم من الظروف والتحديات المستجدة التي يمر بها العالم على جميع الأصعد وخاص الصعيد الاقتصادي ما زالت إنجاز البحرين حريصة كل الحرص على مواصلة تقديم برامجها لدعم الشباب البحريني ومساعدته على تحقيق طموحاته وأهدافه موسيقى 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 موسيقى